السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احباب الكرام مساءكم سعيد وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام احباب الكرام من بين الاسئلة التي تريدنا هذه الايام وتتعلق بموضوع الصيام زكاة الفطر بزافة ناس تصلوا بيقلوا ليه وش ممكن ان ننخرج زكاة الفطر ابتداء من الان يعني ابتداء من اليوم الثاني والعشرين او الثالث والعشرين من شهر رمضان اقول بالنسبة لزكاة الفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض هذه الزكاة اي قدرها يعني جعل لها مقدارا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرض عام الفطر سعى الصعى كنت تكلموه على اربعات الامدال بمودة النبي صلى الله عليه وسلم بحالة كنقوله اربعات الحفنات الحفنات جter الله عليه وسلم المودة جلى للنبي صلى الله عليه وسلم فالفقهاء تكلموا عن وقت إخراج زكاة الفطر وقت إخراج زكاة الفطر قالوا هو صبيحة يوم العيد قبل صلاة العيد أو ليلة العيد وقالوا يجوز تعجيلها بيومين أو يومين يوم أو يومين يعني كانت تكلموا على الـ 26 في رمضان 28 في رمضان أما باش نخرجوها ابتداء من 22 أو 23 في رمضان لماذا جعل الله تعالى لنا هذه السنة المؤكدة لزكاة الفطر زكاة الفطر هذه النبي صلى الله عليه وعلى أليه وسلم جعلها طعمة للمساكين يوم العيد جعلها طعمة للمساكين يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين يعني وجه الدلالة أن هذا الطعام يعني يكون يوم العيد يعني المساكين نسلي بعدهمش يلقوا يعني هذا النهار ذي العيد يلقوا شي حاجة ما يكلوا لأنهم صيمين الشهر كله فبما أنهم صيمين الشهر كله يعني هذا النهار لهو يوم العيد الذي يحرم فيه أصلا الصوم القوم يكلوا إذن فهذا يعني هو المقصد من يعني شريع هذه الزكاة زكاة الفطر إذن أحبابي الكرام أنا أقول باللي زكاة الفطر يعني إلى خرجتها ابتداء من الآن ممكن هذا المسكين يعني 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 يحتجها قبل من ذلك النهار اللي هو يعني النهار اللي هو يوم العيد فلذلك الفقهاء قالوا بيوم أو يومين قبل يوم العيد من أجل أن يكون ذلك المسكين أو ذلك الفقير يعني قادرا على الاستفادة منها أنا واحدة المسألة أحبابي الكرام يعني كيتكلموا عليها يعني الآن يعني الزفد الفقهاء اللي هي إخراج زكاة الفطر مالا قيمة يعني نقدا مشي طعاما هو الحديث أو الذي عليه جمهور الفقهاء هو أن زكاة الفطر تكون صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثاها كثرواه الجماعة كذلك يعني الحديث ابو سعيد الذي أخرجه البخاري ومسلم يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو من شعير أو من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فعلى كل إن هناك أحاديث كثيرة تدل على أن النبي سعيد يعني كانت يخرج الزكاة الفطر كانت يخرجها يعني مكلة من وسط ما يأكل الناس يعني المكلة اللي ملفين الناس كيأكلوا مثلا نهار العيد شنو كيأكلوا المغربة عدك شلي كيأكلوا المغربة نهار العيد يخرجوه يعني يخرجوه يعني لهذاك المساكين من أجل أن ينتفعوا به لكن طبعا يعني بالذات الفقهاء يعني يعني تقولوا يعني معاصرون تقولوا باللي يجوز أن تخرجها ويجزئ وعنك أن تخرجها مالا علش لأن هذا الطعمة المساكين اللي تكلمين عليها قبيلة لأن كما قال عبد الله بن عباس باللي هاد الزكاة يعني شرعها أو فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين قالوا هاتك طعمة للمساكين لأن ما غدش يتحقق لنا بالقمح لأنه أصبح العيد مثلا جينا وعطينا لهذاك المسكين عطينا له مثلا واحد الكيلو دي القمح مثلا مثلا هتاك القمح حب كيفاش غادي ينتفع به هو كيفاش غادي يكون طعما له كيفاش غادي يطعمه هدك الحب دي القمح أو دي الشعير مثلا ما غدش يستفد منه والناس غالبين يشريوا هدو العبرات دي القمح وكي خرجوا غالباً يخرجوا القمح إذن فا لين فطريد أنه في يوم العيد أعطينا لهذاك المسكين هذاك القمحب واش غادي يستفد منه واش غاينتفع به أكيد ما غادش ينتفع به ممكن ينتفعوا به شي ناس مثلاً في البوادي اللي بقي الآن محافظين على النوم همالك يطحنوا القمحب بأنفسهم وهما اللي يوجدوا ذاك فرحا وكي يقدوا منه الخبز إلى أخيره ولكن في زمننا الآن إنه في أغلب المدن بل ربما جميع المدن ما غادش تكون شي بطحنة حلق بالعيد وما غادش يعني حتى لقينها وتطحن فيها هذاك القمح ما غادش يستفدوا منه الناس كما لو أننا عطيناهم مال هذوك المسكين إلا شدوها مال غادي يمشي ويشريوا الدقيق مقاد ويصوبوا به المكلال اللي غادي يحتاجوا الحلويات اللي غادي يحتاجوا يعني في ذلك اليوم اللي هو يعني يوم العيد فطبعا هناك اختلاف في هذا الزمان مع ذلك الزمان بعض الفقهاء يرون بأنه الأحوط أن نبقى بل الأفضل أن نبقى يعني كنخرجها بالقمح مع أنهم لا ينفون هذا المقصد إن طبعا هناك مقاصد فهذا الشريع ديال زكاة الفيطر كما قلت لي هو طعمة للمساكين فكيفاش نحن نحفظ على هذه كلمة طعمة للمساكين فالبعض الآخر أراد أن يقف عند هذه النصوص وتقول لك لا لا نخرجها إلا حبا بالقمح كما كان يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقول له وخا علشك أنت خرجها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لماذا أخرج النبي لماذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفيطر أصلا إذا كنت أنت لا ترى إخراجها مالا وأنه ينبغي أن تخرج يعني هكذا يعني طعاما يعني تمرا وقمحا مثلا نقول له أعلش أصلا فرض النبي تسلم هذه الشريعة أو هذه الشعيرة فإذا كانت معللة كما قال ابن عباس يعني فرضها طعمة للمساكين نقول لي هل ستتحقق الإطعام أو هذه الطعمة هل ستتحقق هذه الطعمة للمسكين يوم العيد بأن تعطيه القمح حبا صباح العيد فين غادي لقاه فين يطحنه وفين غادي لقاه اللي يوجدوا ليه ولكن لما كتعطيه انت هذيك الربعين درهم ولا خمسين درهم ولا شحك تعطيه مثلا نقوله مثلا نظر فيها ستة الناس تناشل درهم ولا حضاشل درهم ولا خمسطاشل درهم ولا عشرة درهم ما رأي كانت تكلمه على على واحد ستن درهم او اكتر اذا هذي ستن درهم تعطيه الواحد المسكين الغادي مشي يشريبها الدقيق والزيت ويشريبها الفرماج ويشريبها الحلويات ويجري منها الفطور والغداء ويجري منها العشاء او لا اذا فهذ تشريع ديال زكاة الفيطر اللي هو كما قال ابن عباس طعمة للمساكين في هذ الزمان لما كتخرج فلس كي يطعم منها افضل مما يطعم من القمح حبا مثلا واضح فانا اقول باللي يعني في الظروف الحالية هذا يعني يمكنه او الافضل ارى بانه ان نخرجها نقدل ان هذا انفع لذلك المسكين من غيره والله تعالى اعلم واحكم احباب الكرام فاصل ثم بعده نواصل او قبل ذلك لما لا اننا يعني نولوا بعض الامور مهمة جدا فيما يتعلق يعني بهذا الزكاة زكاة الفيطر كما قلت لان البعض يقدر يقول لي هنا ولكن واشهدك يعني باللي احنا لا يجوز لنا اننا نخرجوها يعني اننا نخرجوها بالقمح تنقول لي لا يجوز ان الانسان يخرجها قمحان او يخرجها شعيرا او يخرجها كما اخرجها هذا الامر هذا لا حرج فيه جائز مكين حتى مشكلة ولكن ايهما افضل انا اتحدث عن الفاضل والمفضل ايهما افضل واش تخرجها قمح حبمتك متلا او انك تخرجها فلس اكيد انه بعد هاد توضيحات لي وضحت كيبا انه الى خرجتها فلس غديستفد منها هادك المسكين افضل او تخرجها بالشكل يعني يعني طعام جاهز متلا ها طعام جاهز متلا يعني حلويات وغيرها تكون مبالية بوحد شكل مزيان ومشي بالضرورة دائما لقمح مشي بالضرورة دائما القمح يعني انه حب لا المهم هو انه تكون طعمة للمساكين القمح وحده رهما رهما كفيش بالعكس ما غادش يستفد منه ان المسكين تقوضها تلك القمح وتمشي كي عاودي بيعبو حتما لهو ارخص واضح فلذلك نقول بانه الافضل ان تخرجها نقدا ولكن اذا يعني يعني خرجت طعاما يكون من طعام لكي تستعمل في النهار العيد لكي يكله الناس الى غبي ذلك والله تعالى اعلموا احكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله